بعد مفوضات شاكة في ضاحية جمار دامت أسبوعاً واستمرت في يومها الأخير حتى منتصف الليل فشل ممثل فرقاين نزاع الليبي في التوصل لاتفاق بشأن حكومة وحدة وطنية تنهي الانقسام المؤسسي والمناطق والاجتماعي في ليبيا أزمة عشر سنوات لا يمكن أن تحل خلال أسبوع لكن أقتبس ما قاله أحد المشاركين في اللقاء المصالحة الحقيقية كانت تجريف القاعة استيفاني ويليامز في ردها على سؤال للعربية والحدث عن التدخلات التركية والقطرية وتحرك البلدين مجدداً في توقيت فسره مراقبون بالسعي للتأثير على سير المفاوضات شددت على ضرورة أن تطابق لفعال الأقوال فيما جرى الالتزام به خاصة في المسار العسكري أفعالهم يجب أن تطابق أقوالهم من خلال الالتزام بما توصل إليه الأطراف الليبيون بالمسار العسكري أو المسار السياسي الذي يشهد تقدماً الجدير بالذكر أن المسار العسكري من بين أهدافه إنهاء الوجود الأجنبي في ليبيا ويبقى أكثره انتشاراً القوات التركية ومجموعات المرتزقة السوريين تابعة لها مصادر قريبة من المفاوضات ربطت بين طبكة وجهت لها ويليامز تقادات شديدة والنفوذ التركي والقطري في ليبيا وأشارت إلى توقيع وزير داخلية قطر اتفاقية مع حكومة الوفاق والترتيبات الأمنية الجارية لزيارة مرتقبة للرئيس التركي إلى ليبيا من بين الصعوبات التي واجهها الحوار الليبي في تونس تخطيط إخواني ليبيا لاتفاق سياسي بأسماء معينة والتحرك القطري والتركي بالتزامن مع إحراز تقدم في المفاوضات مع كثافي رأيي مراقبين إصرار البلدين على استمرار معاناة الشعب الليبي بتأجيش الصرع خللوا تجدود الحدث قمرت ترجمة نانسي قنقر